السلام عليكم حين وصلت حرب مليشيا الحوثي إلى محافظة الضالع بداية العام الجاري تشتتت كثير من الأسر وكان من بين وجهة النازحين مدينة عدن وجدت بعض الأسر بناية نصف مهدمة من آثار قصف للطيران فلجأت إليها وما هي سوى أيام حتى أصبح هؤلاء النازحون هدفا لعصابات مسلحة لم تجد حتى الآن من يردعها قصة الاعتداء على المواطن سالم علي سالم بالاختطاف والتعذيب المفضل للموت يحكيها لنا إخوته في الفيلم التالي نتابع ثم نعود نحن من محافظة الضالع بتاريخ خمسة أربعة من الحرب إلى الدار وصلنا إلى دار سعد بعمارة مهجولة أطلطر بالطيران بوقع النزوح الهجوم والمشاكل الحقه هذا المتمردين في نزح أخي هو الأسرة كاملة تمام فأخي هذا الثاني نزح بعده هذا التحرك الأول وأخي بعده تبع بعده من قعطبه لحتى وصل بعده هنا عدم جاءوا ابنا بلاغ الجباس يضربوا رصاص على حرمة وضربوها بلغنا عاقل المنطقة ولا حرك أي ساكن قالوا كتبولي بلاغ لسمي كتبنا له بلاغ لسمي بولقة وصلنا لعنده وصلنا للشلطة ما بوش أي تفاعل جسين أسبوع ونحن بهم جاءوا يصيحهم أيش فيه قالوا جاء سالم جي طيب أخي هذا الناس كلهم يعرفون أنه إنسان مسكين وإنسان مألحج وإنسان ماشي هكذا ما يمكنش أنه يفعل أي حركة بول كل يؤرفوا إحنا كلنا من أصغرنا لأكبرنا ما شح حقنا أي طريقة فانية يعرفوا سالم جاءوا ليتشلوا للمطعم ساروا جهال بعده وقردوا الجهال خرجنا إرجعوا يلا سيروا يلا جلس الجهال جلوا بعد الجهال جلوا بعد النسوان إيش فيه قالوا ما فيش ولا حاجة بس هكذا كلمتين ثلاثة وبرد الدل عندكم ما بيننا جدر واحد ما بين المطعم والأمارة جدر واحد قلنا خلاص خلول إحنا جالسين هنا على الباب بحثوا إذا سيروا أي محل جلسنا فترة حق ساعتين أو ثلاث ساعات ندرينا لو هم ردوا لعندنا قاهوا ما هيقدرش يتحرك ما بك ضربوه عملوا بك كلموك ما في عملوبك وهو ولا كده جلس لك اليوم واليوم الثاني وإن إحنا بوتوفاء سيرت أشتية أقيمه يتعشي على أساس أن أنا بزر المستجفاة أجي قاومه صيحت العيال الجنبية جماعة سالم مات لما حصلنا للبلغ أنا قد نحاس بقلبي إن أخي متوفي وأنا لين ثلاثة أيام وأنا ماش طبيعي أشيو أفكر تفاكر عندي وهذا حتى لم يكتمع الشباب عندي أنا أسيره قلت أتركم وحسي عند هذا بالذات لأنه هذا العاقل حقنا والكل يشتو يفعلوا أي مشكلة تمام خفت على هذا الكبير قدر ما أنه الناس فعلوا بشي تمام معدل الله طلع الألم على الثالي كيف أقدر أنا أسوي أي حاجة معدل الله بزلت نفسي طلعت مباشرة ووصلت لهنا أجيب هذا هذا ميت وهذا تحت الضغط التهديد بلغنا 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 أنه مات جاءوا يهددوا بصلاة الفجر اللي شقوا لنهنا فعلنا أو ضربنوه فنحرقكم أنتو والجهال والنسوان طيب ما بوش أمل هناك ولا بو أمان بلغنا المنظمة بلغنا المحامين المحامين نزلنا للنظمة بل كل وقت قال يلا رفعوهم لأنه بلاط يبا يجيؤوا يشموا توبهم شماك رفعونا الدون نباسات من الدار إلا الحوش هذا حوش الشعب وكمين أجنرقى على الدار نتابع ولا كمين نعمل بلاغ ولا كمين نصلح أيها حاجة لأنه بلد ما نعرفش مستحيل عاش بين البلاد أو تتابع بعد قضية أنت ما تعرفش لأنه يستلقي لك أي بلطي حتى يصدمك بمتر وأنه يصير الضحية بعد الأول وحتى لما مشينا بزلنا الولد المسجد طرحهم أنا واحد رقابة جنبنا كان بكل ما يتحرك هذا وهو يتبع بعد أنا تحركها وهو يتحرك بعدي لما يشوف هذا يدي أي كلمة مع أي شخص لما يشوف العقل عبد لما يتكلم مع أي شخص يجي مباشرة بعده يراقب أشي يفعله تمام بعد ما وصلت أنا شوفت واحد مسلح يمشي قدام العمارة تمام المسلح هذا أنا من نفسي أنا إنسان فهم أشي لي واش علي أعرفت أن هذا الشخص ضد صحابنا والأسراء اللي هم النازعين داخل العمارة هذه كلنا واحد جاسوس معنا حتى ما شرنا وهو معنا يتحرك شرنا بلغنا شوف لتبلغوا لأنه ضرب ولا كذا ولا مش مو بلنهيك أنا وهو سوى شرنا الشرطة سوى بلغت أنه مات موت من الله لأنه فوق راسي قلت له واحد أخي مات من أعيش مات قلت لهم مات أه 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 أتوفى من الله واتصلت للمحامي خاري من هذا الرجال ما تريد إش ثامر اتصلت له قلت له قضية على كذا وكذا وكذا قال شيره بلغ وقلت له أخي مني بلغ الشرطة بيديهم كل شي بيديهم وأصلا بعدنا بعدنا إذا بلغنا أنه إحنا لو الجهة الكاملة والنسوان بيجي طرف بل طييد جملك لهناك بعبوبة بحاجة وإنا سلنا ضحية كامل أخي قلنا موت من الله موت طبيعي والكلام بيننا إحنا هو ثامر إنهم مقتلوا ما نستطيع أن نتابع القضية إذا خرجنا الناس يتابعونها لحد الحين إذا خرجنا مثلا نتابع نسير ما إحنا ندرين بأي بقعة الناس الأستاذ والمحامي تامر يردنا كلام إن الغريم إنهم لديهم إحنا لا نعرف ولا نعرف حتى صورة الغريم هذا كيف يكون فعل جرام هذا المسلمين لا يفعلوا هكذا وفعلا لهود لم يفعلنا هكذا بالشخص هذا لما تشوف أنت لما صور الأستاذ تامر استغرب عن هذا القضية من شوف الناس أي واحد يشوف الولاد هذا لحت جنزلهم دموعه هذا جرام شوفه كله مكسر الدم يديه منه خلال جسمه مكسر يديه مكسره العلق من هنا من جنب الرقبة رقبتهم مكسورة من هنا هنا لما رفعتها هكذا حينما بزيت لفق المغصل حينما غسلوا دي غسل الميتين أشوف هذا هنا الدقة حقه هنا هذا أفعلها كذا بيديه وهن يسقط الله هنا لداخل هنا ضربة هنا أفعلها كذا بيديه لما تدخل يديه لداخل رأسه هنا باين هكذا نفس ضربة الآلي نفس الآلي هكذا مطبع ظهره هذا فعل جرامي يا أخي ولا يرضي بالله ولا رسوله والله رسالتي للآمن وللجهات الأمنية ولدول التحالو وللمنظمات أن يفعلهم بحق الإنسانية وبحقنا كأهل ناجحين بحق الناجحين ويردوا لكل واحد ناجح حقه لأنه ناجح مشتحل أن يعمل أي حاجة مشتحل أن يفكر يفعل أي شيء بدون معرفة بدون شيء بدون وساطة وهذه الأيام حكومتنا كل اللي على وساطة أنت ابن البلاد كل الناس يقوموا معك أنت خالق ما يعرفوكش فعلا جاء إنسان ما نعرفها لطالما تعملت العصابات المسلحة مع مجتمعات النازحين باعتبارها فرصة للابتزاز والظلم دون خوف من التبعات وما هذه القصة إلا واحدة من عشرات وربما مئات من قصص الظلم والاعتداء التي يتعرض لها النازحون وبالطبع لا يقتصر الأمر على مدينة عدل لوحدها فكل مجتمعات النازحين للأسف معرضة لشكل أو أكثر من أشكال الظلم والاعتداء ابتداء من حرمانهم من حقهم في الإغاثة والمساعدة وانتهاء بالاختطاف والتعذيب المفضي إلى الموت كما هو الحال في القصة التي شاهدناها قبل قليل لمعرفة المزيد عن واقع النازحين أو احتياجاتهم ينضم إلينا من مدينة عدن الأستاذ عبد المهذب مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في محافظة عدن مرحبا بك سيد مهذب مرحبا مرحبا هياكم الله بداية هل لديكم إحصائية عن عدد النازحين في محافظة عدن بشكل عام وكم هم النازحين الذين تشملهم خدمات الوحدة التنفيذية التي تديرونها في البداية أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة والاهتمامها بموضوع النازحين ومعاناتهم فالنازحون في محافظة عدن يعني قرابة مئة ألف فرد نازح يعني بما يعادل 13.839 أسرى نازحة من شتى محافظات الجمهورية هؤلاء النازحون وجدوا في عدن ملاذا وسكنا آمنا لهم حينما اشتعلت المناطق مناطقهم بالحرب والصراع نعم هو يفترض أن عدن مكان نزوح آمن لكن هذه الاعتداءات التي تطال بعض النازحين سواء في عدن أو في مناطق أخرى أيضا منها محافظة لحج وما وصل إلى الإعلام من تلك الاعتداءات التي تعرضت لها المخيمات مخيمات النازحين القادمين من الحديدة كيف تنظرون أنتم إلى مثل هذه الاعتداءات أين يكون الخلل الاعتداءات في الحقيقة هي سلوك فردي يعني يقوم بها مجموعة من الأشخاص الخارجين عن قانون فهي حقيقة لا تمثل سلوك جهة أو دولة أو جماعة أو مجموعة فهو سلوك فردي خاطئ يتسرف هؤلاء يعني بناء على تعبية خاطئة أو على أهداف ومصالح يعني خاصة نعم نعم هل تتابعون أنتم هذه القضايا أم أن اهتمامكم فقط منصب على موضوع الإغاثة أو المساعدات نحن نتابع كل قضايا تتعلق بالنازح سواء بالجانب الحقوقي أو الجانب الإنساني أو الجانب الإغاثي كل قضايا النازح هي من أولوياتنا نحن في الوحدة التنفيذية لإدارة مقيمة النازحين نعم فمثل هذه القضية أو القصة التي أشرطب إليها في الحقيقة هي ما زالت القضية والجاني ما زال في السجن وهناك الآن منظمات حقوقية وجهات يعني تبنت قضية الدفاع نعم عن هذا المقتول وننتظر بإذن الله ما سيكون للقضاء اليمني وللسلطة المحلية وللأمن يعني من تحقيقات ستظهر بإذن الله إذن أنتم تؤكدون أن الجاني في هذه القضية تم إلقاء القبض عليه والتعرف عليه ويعني كفاء الناس شره نعم نعم بحسب يعني المحامي الذي تبنى القضية وأن الجاني تم إلقاء القبض عليه وهو الآن لدى السلطات الأمنية هل هناك أي معلومات عن دوافع هذا الاحتداء خاصة أن الموضوع تعدى مسألة الابتزاز والتخويف إلى تعذيب مفضي إلى الموت تعذيب حسب أشقاء المجني عليه يعني تعذيب شديد جدا يعني الدوافع الدافع الحقيقي هناك يعني دافع الآن الذي هو ظاهر لأنه حصل خلاف شخصي بين هذا الجاني وبين يعني هذا المقتول الذي تم الإعداء عليه نعم لكن ما زالت يعني نتائج التحقيقات لم تظهر إلى الآن نتائج التحقيقات لم تظهر إلى الآن عودة إلى موضوع النازحين سيد مهدب ما هي أهم الوجهات التي يأتي منها النازحون خلال الأشهر الأخيرة في المقام الأول محافظة الحديدة طبعا يليها في المقام الثاني الآن في هذه الأشهر الأخيرة محافظة البيضاء ثم بعد ذلك تأتي محافظة الضالع حيث أن هذه الثلاثة المحافظات أو المناطق أو المناطق الرابعة محافظة تعز هذه المناطق الأربع التي هي في الحقيقة ما زال يعني الصراع فيها مشتعل نعم والمواجهات فيها محتدمة فهناك نزوح وحركة نزوح مستمرة وشبه يومية يعني من هذه المناطق التي ذكرت هل تعطونا صورة يمكن أن تعطونا صورة عن الرسم البياني لأعداد النازحين هل هو في ازدياد في تناقص وصل هناك أماكن يعود إليها أهلها من النازحين بعد أن تهدأ الأمور أو يتم تحريرها كيف يمكن أن ترسموا لنا هذا المكياس النازحون طبعا في ازدياد حيث يعني أن من خرج من بلاده نازحا وعلمت الميليشية ميليشية الحلوثية بأنه خرج نازحا لا يستطيع العودة إليها حتى وإن هدأت الحرب فيها وهدأت المواجهات فيها مباشرة يتم تصنيفه على أنه مرتزاق وعميل وقد يكون خرج من هذه المنطقة أو من هذا المكان الذي نزح فيه بسبب الحرب والصراع الموجود وهو لا علاقة له مضطرا لا علاقة له بالطرفين لا مع الحوثي ولا مع الشرعية وهو يضل عالق في هذه المناطق ولذا نعم إذا ما توجه إلى مدينة عدن يصبح في نظرهم يعني مباحا أو خائنا وإلى آخر التصنيفات نعم مرتزقا وعميلا ومباحا وممكن أن تصادر ممتلكاته وأمواله وإن عاد يزج به في السجن يزج به في السجن هناك حالات كثيرة من هذه القصص التي وصلتنا ممن نزحوا ومعاناتهم كثرت في النزوع بسبب غلاء الإيجار وسبب غلاء المعيشة وحاولوا العودة لكنهم حينما عادوا إلى بلادهم تم اعتقالهم وزج بهم في السجن أي أن النزوع في حد ذاتي أصبح جريمة لدى الميليسيا نعم هذا هو الحصر ما هي الخدمات التي تقدمونها أنتم في الوحدة التنفيذية لمخيمة النازحين في عدن؟ ما هي أنواع الرعاية التي تحاولون تقديمها للنازحين؟ الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين هي وحدة حكومية تابعة لرئاسة الوزراء طبعا دورنا نحن هو دور تنسيقي تنسيق بين المنظمات تنسيق عمل المنظمات في هذه المخيمات وفي التقمعات النازحين في محافظة عدن؟ نقدم كثير من الخدمات منها التنسيق بين المنظمات للعمل كذلك نقدم خدمات المسح الميداني وقواعد البيانات للمنظمات التي تريد التدخل لدينا فريق عمل أكثر من 75 فرد يتواجد في مديريات ومناطق محافظة عدن هؤلاء فريق ميداني يعني يشتغلون ليل نهار على تحديث قواعد البيانات وتسجيل النازحين ومسعهم وإيصال المنظمات والمؤسسات والجهات إلى هؤلاء الأسر النازحة فما نقدمه يعني ليس فقط تنسيق عمل المنظمات وإنما نحن نقوم كذلك بدور كبير في رعاية وحماية وخدمة النازحين نعم إذن يعني أنتم الوجهة التي يجب أن تتجه إليها وعبر بوابتها تمر المساعدات من قبل المنظمات الدولية المختلفة نعم الوحدة التنفيذية الأصل يعني في مجال النازحين أي منظمة أو أي جهة تريد يعني التعامل والتعاون أو خدمة النازحين لابد أن تمر عبر الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمة النازحين لماذا؟ حتى يتم عملية التنسيق ولا يكون هناك عشوائية فمثلاً إذا لم يكن هناك تنسيق بين المنظمات وبين الوحدة التنفيذية سيحدث هناك عشوائية في العمل ولذا أضرب لك مثلاً في شهر رمضان القريب هذا يعني في بعض المخيمات استلم النازح خلال الشهر من خمس إلى ست سلات غذائية في بعض المخيمات وفي بعض الأماكن نازحين في البيوت أو المستأجرين أو المستضافين خلال ثلاثة أشهر ما حصلوا على نوع من أنواع المساعدة الإغاثية والسبب يعود إلى أن هناك لا يوجد تنسيق بعض المنظمات طبعاً يعني إلى الآن تشتغل أو تعمل دون تنسيق لكن حقيقة يعني هناك منظمات يعني الفوضية العليا ومنظمات بعض الأمم المتحدة ومنظمات دولية ومركز الملك سلمان يعني هناك تنسيق بيننا وبين هذه الجهات يعني لإيصال هذه المساعدات وهذه الإغاثة إلى النازحين حسب الأولوية هل تقومون بأي نوع من أنواع الرقابة وفحص الشفافية لهذه المنظمات خاصة أنه يعني طفع على السطح في الفترة الأخيرة كثير من الانتقادات لعمل المنظمات الدولية بشكل عام في اليمن حيث أنها تستلم مبالغ كبيرة من قبل الألمان حين حالمياً لإنفاقها في اليمن بينما كما تعلمون يعني الجميع في حال احتياج دائم واحتياج شديد وهناك فجوة كبيرة بين هذا الاحتياج وبين ما يقدم إليهم فهل الدور الرقابي أيضاً يدخل في نطاق عملكم؟ في الحقيقة طبعاً استغلت بعض المنظمات غياب الدولة وغياب أجهزة الدولة المتواجدة في عدن فمن هذا المنطلق استغلت هذا الغياب وحصل هناك نوع من العبث نوع من العبث بهذه الأموال هم يظنون على أن هذه المبالغ التي يقدمونها لهذه النازحين أو لغيرهم أنها مبالغ جاءت من عندهم وهي في الحقيقة هي مبالغ الشعب اليمني تم جمعها في جنيف حينما ذهبت الحكومة هناك فهي مبالغنا نحن لكن حينما لم يكن هناك وضع طبيعي أن تودع هذه المبالغ إلى البنك المركزي وتكون الحكومة هي المشرفة على تسيير هذه الأموال اتجهت الأمم المتحدة والدول المانحة لهذه المبالغ أو للشعب اليمني إلى أن تكون منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والمنظمات الدولية هي البديلة عن البنك المركزي والبديلة عن الحكومة فإذن غياب الحكومة وغياب الدور الرقابي في الحكومة وأجهزة الدولة جعل بعض المنظمات تسعى لهذا العبث لكن نحن في الوحدة التنفيذية سائرون إلى أن نصل بإذن الله إلى دور رقابي على هذه المنظمات نحن نطالبهم بتقارير نطالبهم في أي مشروع بوثائق رسمية لهذا المشروع يعني هذا كجزء من عملية رقابية تتم في عملنا إن شاء الله هذا هو المعمول من كل أجهزة الدولة سيد مهذب وكذلك عدم الاكتفاء بالمقارنة الورقية وعمل المراجعات المحاسبية على الدفاتر وإنما أيضا خاصة في المشاريع التي صرف عليها لابد من المقارنة بالميدان ما هي أهم العوائق التي تعترض طريقكم أثناء تنفيذ أعمالكم تقديم المساعدات عمليات الرصد التقييد تكوين سجل وقاعدة بيانات بالنسبة للنازحين ما هي أهم العوائق في الحقيقة هناك عوائق كثيرة لكن العائق الأكبر هو تشتت القرار الإنساني والإغاثي هناك أكثر من مصدر قرار يعني لا يوجد وحدة قرار إنساني إغاثي يعني بالمختصر لا يوجد جهة واحدة هي التي المنظمات تحتكم إليها وتعود إليها فمثلا هناك الوحدة التنفيذية لإدارة القيمة النازحين هناك اللجنة العلية للإغاثة هناك وزارة التخطيط هناك وزارة الشؤون الاجتماعي والعمل هناك السلطات المحلية في المديريات والمحافظة كل هذه الجهات أصبحت المنظمات حينما مثلا تلزمها أنت بشيء معين تذهب إلى الجهة تذهب من عند تفرمن إليك إلى جهة أخرى فإذا وحد القرار الإنساني والقرار الإغاثي في جهة واحدة استطاعت المونيشيا سيد عبدو أن تقوم بهذا الدور وأن تشكل نافذة واحدة لتعامل النظمات في مناطق سيطرتها كيف لحكومة أن تعجز بالمقابل في تنفيذ مثل هذا الأمر نعم الميليشية الحوثية حقيقة وحدت القرار الإنساني والإغاثي تحت مضلتها الهيئة الوطنية التي هي النمشة الآن هناك حقيقة قرار مطروح على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في الحذو أو اتخاذ قرار يوحد العمل الإنساني والإغاثي تحت لا في تواحدة من المعيب سيد عبدو سيد عبدو من المعيب عن تقوم الحكومة هي التي تحذو حذو الميليشيا في هذه الخطوة التي تأخرت منذ أكثر من أربع سنوات للأسف عموما الوقت يداهمنا هل من رسالة أخيرة تطرحها في هذه المساحة ولمن توجهها طبعاً أتم قليلاً للمسألة الأولى الحقيقة هو الموضوع الوحدة التنفيذية الوحدة التنفيذية هي قرار حكومي قبل أن تأخذها الميليشيات الحوثية فالموضوع تنسيق هذا الجهود هو الآن ساري أما الرسالة الأخيرة وما زال هناك كان حديث عن العوائق الرسالة الأخيرة هو نحن نوجهها يعني المنظمات الأمم المتحدة المنظمات المجتمع الدولي العاملين في مجال عمل الإنساني والإغاثي إذا استمر العمل بهذه الهوشلية بهذه العشوائية بهذا الفوضى يعني سيحصل مجموعة من النازحين على بعض المساعدات بينما غالب النازحين في البيوت والذين مستضافين أو الذين يعني في إجارات لا يستطيعون الحصول على هذه المساعدات الأستاذ عبد المهدد مدير الوحدة التنفيذية لمخيمة النازحين في محافظة عدن شكرا جزيلا لك على هذه الإضاحات مشاهدين الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أسرة سالم علي سالم النازح المتوفي بسبب التعذيب في محافظة عدن تم الرصد بأمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر